سيادة السفيرة مشيرة خطاب أهلاً وسهلاً بحضرتك والحقيقة أنا من البداية محتارة كيف أبدأ هذا الحوار لأنه أنا لفت نظري الحقيقة جملة جميلة جداً حققتيها قلت أن حياتي المهنية بأكملها كانت تجربة تعليمية طويلة يعني كانت تجربة تعليمية بدءاً من اقتصاد علوم السياسية قسم سياسة وكانت أيضاً في المجلس القومي للطفولة والأمومة كانت في وزارة الخارجية وكانت أو حالياً في المجلس القومي الحواء الإنسان من أين نبدأ؟ مش عارفة من أين نبدأ لأن التجربة لسه مستمرة وأنا كل يوم بتعلم كل يوم بقعد في اجتماعات في مواقف كل يوم بتعلم فالتعليم ما انتهج نبتدي من كلية الاقتصاد قسم سياسة حصلت على الدكتوراه من هذه الكلية حصلت على الدكتوراه من هذه الكلية بس بعد فترة وكان موضوع رسالة إيه؟ كان موضوع الرسالة يعني أنا اللي يشرفني أنه أول رسالة في العالم حول هذا الموضوع وأعتقد أنها لا تزال الوحيدة حول ما يسمى بالتدابير العامة لتنفيذ حقوق الإنسان لأن منظومة حقوق الإنسان على الأقل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي احنا طرف فاعل فيها لا تكتفي بتصديق الدول على الاتفاقيات ولكن تلزمها بالتنفيذ وبتقديم تقارير دورية عن التنفيذ